شهدت مختلف المراكز وأندية الأطفال والناشئة تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية قبالاً كبيراً من الأطفال والناشئة خلال شهراء يونيو ويوليو نعم حيث تقدم هذه المراكز والأندية مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية والإبداعية لتحفيز المشاركين على ممارسة هواياتهم في جو من المتعة والتسلية منذ بدء العطلة الصيفية بدأت المراكز الشبابية وأندية الأطفال في مملكة البحرين باستقبال مختلف الأطفال والناشئة للمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقدمها هذه المراكز يتم من خلالها تقديم عدة أنشطة هادفة في بيئة تعليمية وترفيهية آمنة على نحو يساهم في تنمية المهارات الإبداعية للطفل والنشأة تسهم هذه المراكز والأندية المختلفة في رفع الوعي الثقافي والإدراكي لدى الأطفال والناشئة وتعزيز مواهبهم الفنية والرياضية والعلمية والابتكارية إلى جانب تطوير مهاراتهم الاجتماعية والتفكير الإبداعي وهنا في نادي شريف العوضي تم وضع خطة متكاملة من البرامج الصيفية لمختلف الفئات العمرية تتلائم مع مختلف رغبات المشاركين وميولهم والتي تعزز من مهاراتهم وإبداعاتهم طبعاً نادي شريف العوضي هو النادي المركزي عندنا من ضمن مجموعة سلسلة أندية الأطفال المتفرعة في المراكز الاجتماعية تكثف عندنا البرامج في الفترة الصيفية اللي هو في شهر الستة وسبعة وثمانية وفيه أنشطة وبرامج وورش متنوعة تكون ورش طويلة أو قصيرة بالمعنى الأصح والبرامج على مدى شهر كامل طبعاً فترة الصيف هي فترة اللي نقول شوية هم منقطعين عن الدراسة فما يكون عندهم أعباء دراسية فحلو أنهم يستغلون هالوقت في أشياء مفيدة وزارة التنمية الاجتماعية وفرت تلك البرامج والنشاطات الهادفة في جميع الأندية في المملكة تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الحرفية والثقافية والترفيهية منها الرسم والتلوين والحرف اليدوية والعروض المسرحية وورش العمل الفنية والرياضية وبرامج الإبداع والابتكار طبعاً الطلبة لما يتعلمون الخط العربي هذا من تراثنا وهذا شيء جميل وهذا مثل ما نقول من عبق التاريخ يعني وهذا تاريخنا العظيم الشيء الثاني أن الطلبة يعني يشغلون وقاتهم بما هو مفيد ونافع لهم خصوصاً في الإجازة الصيفية شكل عام بتكواندو هي مهمة حق كل شخص وبالخصوص الأطفال لأن يتربي عندهم الانضباط وتحمل بالنسبة حق الحياة اليومية الحركة تبرير رياضة بشكل عام الاحترام بين اللاعبين بين المدرب تعطي مثلاً الجراءة في حياة الاجتماعية إن البرامج الجاذبة للأطفال والناشئة تجعلهم يلتفون حول الأندية بشكل دائم لا سيما وأن الأندية تستوعب عدداً كبيراً من المشاركين طوال العام تحتضنهم وتسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية وتجعل أولياء أمورهم أكثر اطمئناناً لوجودهم في دائرة معرفية تواصل أندية الأطفال والناشئة في المراكز الاجتماعية ونادي شريف العوضي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تقديم أنشطتها الصيفية بهدف سقل المواهب الأدبية والفنية والعلمية وتسهيل اندماج الأطفال والناشئة في المجتمع خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر